البرازيل دايما منجم المواهد في جميع انحاء العالم. ولكن النهاردة هنتكلم عن خليفة نمار نجم سانتوس البرازيلي. في موسم 2013-2014 نمار انتقل من سانتوس الى برسلونا بخمسين مليون يورو. ودي الصفقة الاغلى في تاريخ الدور البرازيلي. ده لان الفترة دي نمار كان مقدم مستويات اسطورية مع سانتوس. وفي سنة 2011 قدر يوصل الى واحد من افضل عشر لعبين في العالم. وده نادر جدا ان اي حد من خارج اوروبا يكون ضمن القائمة دي تحديدا. بعد نمار كان اللاعب الابرز رودريجو المتقلق دلوقتي مع ريال مادريد. اللي تلعب من سانتوس باربعين مليون يورو في الفترة دي. النهاردة بقى بيظهر واحد من الابرز اللاعبين في سانتوس. نسخة من نمار في والمهارة والدريبل العالي. ولكن رجله الاساسية هي الشمال عكس رجل نمار. كلام عن الجوهرة البرازيلية القادمة نجم فريد سانتوس البرازيلي تحت عشرين سنة. لعب اشوال بامكانيات فردية فعلا سوبر. عنده قدرة اهدفية عالية وهو واحد من ابرز اللاعبة في المرحلة السنية دي. امت التسويقية مليون يورو حاليا. وده رغم انه ملعبش غير مية تسعة وستين ديئة فقط مع الفريق الاول. ولكن من المتوقع انه مع نهاية الموسم سعره يكون اتنين او تلاتة مليون يورو كمان. لانه بيقدم مستويات عالية ولانه بيثبت انه مواعبها ممتازة فعلا. وسلي لعب عزة الموسم مع فريق تحت عشرين سنة اتنين وتلاتين مباراة. بما يعادل دقيق لعب الفين ربعمية تمانية وخمسين دقيقة. يعني تقريبا لعب سبعة وعشرين مباراة فعالية. سجل ستاشر هدف وصنع اربع اهداف. يعني قدر يسام بعشرين هدف سبعة وعشرين مباراة. بالاضافة كمان انه هو هداف الدوري حاليا برصيد تمن اهداف في تسع مباريات. ودي ارقام ممتازة. واللعب فعلا مقدم مستويات عالية وهو افضل لعب في المرحلة السنية دي. واكيد الفترة اللي جاية هينتهل لاوروبا لانه عند المواصفات اللي تضيف لي فرق كتير في اوروبا. لانه وسلي كامكانيات هو لعب بيمتلك سرعة ممتازة دريب العالي. وعدد كبير من المواقف الفردية بتلاقيه عنده شخصية وحل ممتاز. مراوغ هيل. وفعلا ستايل نمار في سانتوس اي مدافع بيشارك معاه في اي كرة على الجناح تحديدا بيعمل له الف حساب. لانه بيقدر يستخدم امكانياته في المراوغة واستغلال المساحة بشكل هيل. كمان هو مستدد ممتازة على المرمى ورجله تقيلة حرفية. اسوء بقى يعني رجله على المرمى فعلا قوية. دايما بتلاقيه بيمر من ناحية اليمين من الملعب وبيضم لدخل الملعب وبيحطه الكرة بتكنيك ممتاز. وده بيعمله مرة واثنين وتلاتة في المباراة. يعني حاجة متعود عليها بشكل كبير. بالاضافة لو استلم من عمك الملعب بيكون خطير جدا. لانه عنده الرؤية وبيقدر يفتح لنفسه زوايا تمرير ممتازة. زي مثلا العدف اللي قدامك ده بيستلم الكرة من نص الملعب. بيعد من واحد واثنين وتلاتة واربعة وخمسة. وبيعمل باص مميز جدا بعد ما تقريبا المرمى كان فاضي. وتم تسجيل هدف بصناعة فردية بحتة. وطبعا في الدور البرازيلي شفنا نمار عمل ده اكتر من مرة. وكان برضو بيستلم من عمك الملعب. وبيعد من واحد واثنين وتلاتة واربعة. وبيسجل هدف او حتى يعمل اسس. هو فعلا واحد من ابرز اللاعبين في البرازيل. واكيد اتجاهه الى اوروبا اصبح قريب جدا. ولكن اعتقار الشخصي هيفضع بشكل تدريجي. ده لانه عنده عشرين سنة حاليا ومعظم الانديها الكبيرة بتفضل اللاعب اللي تحت العشرين. بس هو قادر ينتهل لمكانة كويسة. لان امكانياته تؤهله انه يلعب فانديها كبيرة في اوروبا. والحد انا صديقي انا خلصت كلامي. وتكلمنا عن واحد من ابرز اللاعبين في امريكا اللاتينية حاليا. ولاعب مميز زي ما سبق وتكلمنا عن نجم استراليا ايرانا كوندا. اللي انتقل بالفعل الى بايرنم يونيف. وحاليا امر اديوه في النجم السنغالي. وسلي باتاتي واحد من افضل اللاعبة اللي لها مستقبل كبير. لانه لعب عنده امكانيات وفنيات عالية. وتعدي فيها اللعب ممتاز. وبيقدم مستوى هاي الاسناء الفترة الاخيرة. ولحد هنا صديقي اقول لي رأيك في الكومنتات. هل تتوقع انتقال وسلي الى احد الفرع الكبيرة في اوروبا ولا انت شايف ايه? وعلى انتقل لأوروبا. هيقدم اضافة ولا لأ? واخيرا اتمنى بالماتية في الحلقة يا ريت توحد الله لا اله الا الله. وتسال على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. وعلى تنسى تعمل لايك وفعله للصفحة الرسمية على فيسبوك اللي اسمها طفان اهلاوي. نتقابل بخير يا حبايب. سلام.